اشتركوا في القناة واول ما دخلت الشرطة عليها مسكت سكينة وجرحت نفسها حاولت تني حياتها فتصابت بتمن غرس في ايديها وبعدها ايد الرجال المباحث من كسر البيت لكنها فضلت تقول انا ما عملتش حاجة امسكوا لنشر الفيديو وعن اول ليلة لها في السجن فقال التقارير ان انجي حمادة كانت في حالة زهول وصدمة من اللي حصل وفضلت تقول انا ما ليش دعوة انا ما عملتش حاجة امسكوا لنشر الفيديو مش تمسكوني انا وقالت التقارير كمان انها قضت اول ليلة لها في الحبس من غير نوم لكنها ما تكلمتش مع اي حد من الموجودين حواليها في الحبس وكانت اجهزة الامن قبضت على انجي حمادة بتهم اتنشر فيديوهات مخلة ومحرضة على الرزيلة والفسك والفجور على مواقع التواصل وفي التحقيقات قالت انجي حمادة كنت طلع لايف على التيك توك وكنت دخل جولة مع البنت اللي ظهرت معايا في الفيديو وانا بعد اتكلم وهي طب تتكلم والناس بتختار حد مننا اكتر يبقى هو اللي كسب وقالت الفيديو كان يوم ستة وعشرين حداشر الفين تلاتة وعشرين في بيتي وانا كنت بتكلم مع واحدة اسمها ياسمين وشهرتها ياسمين فيلا علشان هي كانت بتعمل فيديوهات تنتقدني وهو كان لايف وعشان ارد على كلامها اللي اتكلمته علي في المقطع عشان انا كنت متغازة وبرد عليها وعاجة ان ارد عليها في الجولة والمتهمة بتشتغل مقدمة برامج في واحدة من الفضائيات الخاصة وده عن طريق شراء ساعات هوا بتقدم خلالها برنامجها وده اللي قالته القناة اللي بتقدم عليها برنامجها وقالت عن انجي حمادة مش بتنتمي لأي جهة او نقابة اعلامية معترف بها في مصر اشتركوا في القناة